السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد إذا كنتم للمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء نتكلم في هذا الفيديو كيف أشكل جملة إنجليزية أو كيف أحول جملة من اللغة العربية إلى إنجليزية كيف أفكر بهذه الطريقة تعم معي هناك الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة لتشكيل جملة إنجليزية قبل أن نبدأ يجب أن تعرف أي جملة باللغة الإنجليزية تبدأ بـ subject بالفاعل verb الفعل وcomplement تتمت الجملة إذن دائما فاعل فعل وتتمت الجملة أو تكملت الجملة الفاعل إما بيكون اسم علي محمد أحمد وهكذا أو يكون مثلا car, سيارة, book, كتاب وهكذا إذن يكون اسم أو يكون ضمير أحد هذه الضمائر i, he, she, it, we, you, they إذن ضمير أما يكون اسم أو يكون ضمير وضمائر لدينا بحيث الفاعل سبعة تكلمنا في فيديو سابق لحبير جعله موجود في القناة i, he, she, it, we, you, they في ذات الجملة بعدها يأتي الفعل وبعدها تتمت الجملة نبدأ بأول جملة هل هم سعداء يأتي الشخص يقول كيف ترجم هل كيف ترجم هم كيف ترجم سعداء إذن يحتار يجب أن نعرف بأن الجملة جملة استفهامية هذه أول شيء الشيء الثاني نقول هل مثلا ما نعرفه هم سعداء كيف نقول هم يعني أبدأ بالفاعل هم يعني they أكتب they في بداية الجملة سعداء شخص يقول أنا أعرف سعيد happy كيف سعداء إذن الصفة باللغة الإنجليزية هي مع المفرد ومع الجمع إذن يعني كلمة happy سعيد سعيدة سعداء وهكذا إذن نكتب happy they happy هذه الجملة خاطئة لماذا لا يوجد فعل إذن لم يكن هكذا فعل واضح مثل يأكل يشرب ينام eat drink sleep وهكذا يكون فعل كون يام am is are نعرف they تأخذ are إذن تصبح الجملة they are happy هم يكونوا سعداء أو هم سعداء إذن بهذا الشكل إذن أصبح عدنا هل يعني are they هم سعداء happy كمان قلنا happy سعيد وسعداء وسعيد يعني ما مذكر والمؤنث والجمع عندما وضعنا في بداية الجملة أصبح ترجمة are ب هل are they happy هنا وضعنا are لماذا لأنه لا يوجد فعل واضح بالجملة لا يوجد eat drink عشان نكتبها عند إذن نستخدم am is are إذن جملة أصبحت are they happy أنا لست في المنزل كمان نعلم الفاعل في بداية الجملة i انتهينا منها لست في المنزل يعرف كلمة في at المنزل home أنا في المنزل لكن كلمة لست لا يعرف يقع في مطاب لاحظ لا يوجد فعل واضح في الجملة يعني مثل eat drink بشرة لكي يكتبهم عند إذن نعرف الفعل بيكون am is are مع آي نستخدم am i am يعني أنا أكون في المنزل أنا لست نفي am ما هو فقط نضيف not تصبح i am not at home أنا لا أكون أو أنا لست في المنزل أختصرها بدل عن a أضع بصرف am i am not at home أنا لست في المنزل إنها في المدرسة الفاعل يد شخص يقول إنها كيف يقول إنها إذا يكون عندنا ضمير إنها يعني هي هي باللغة الإنجليزية she إذن هذا الفاعل نضعه في بداية الجملة she أو إذا كنا نتكلم عن غير عاقل يعني غير إنسان نستخدم at مثلا القطة أكيد إحنا نتكلم في المدرسة أكيد رح يكون عندنا she في المدرسة يعرف في at دائما يكون عندنا home school نستخدم معها at she at school she at school يعني هي في المدرسة وهذا الجملة خاطئة لماذا يا أستاذ لا يوجد فعل دائما نحفظ إذا لم يكون هناك فعل واضح في الجملة يكون الفعل فعل con يعني يأما am يأما is يأما r دائما i يأتي بعدها am he she it نستخدم بعدها is we you they نستخدم معها are بهذا الشكل ودائما is مع المفرد وar مع الجمع كيف يعني إذا كان في داتة جملة مفرد نستخدم is إذا كان جمع نستخدم are لاحظ معا she نستخدم is she is at school هي تكون في المدرسة لكن باللغة العربية نستخدم بشكل سريع هي في المدرسة أنا من أمريكا أو طبعا كنت أمريكا أو أي دولة عربية أنا يكتب i من from i from أمريكا إذن أمريكا i from أمريكا إذن بهذا الشكل لكن لا أجد فعل عند إذن كما قلنا فعل كون يا أما أم يا أما أز يا أما أار إذن نستخدم am i am from أمريكا دائما اختصرها i i from نريد أن ترجم هاتين جملتين يقود أحمد سيارته بسرعة يأتي شخص يقول يقود أو يسوق drive أحمد يكتب أحمد بهذا الشكل وهذا خطأ لماذا أستاذ كتبنا drive أحمد يجب أن تبدأ الجملة الإنجليزية بفاعل من الذي يقود أحمد إذن نضع أحمد في بداية الجملة إذن تصبح أحمد أو أحمد الفعل يقود drive إذن أحمد drive لكن نضع للفعل s يقود أحمد سيارته بسرعة محتد على هذه القيادة إذن عادة دائما العادات والحقائق العلمية استخدمة لزمن المضارع البصير يعني إذا كان بداية الجملة اسم مفرد أو هي أو شيء وات عند إذن نستخدم أو نضع عند إذن نضع للفعل s نسميه s المفرد الغاب أو أس الشخص الثالث أحمد drives أو أحمد drives يعني يقود أحمد ماذا يقود سيارته نعرف car سيارة نريد أن أقول سيارته إذن his car مثل أقول my car سيارتي hair car سيارتها his car سيارته إذن أحمد drives his car يقود أحمد سيارته بسرعة fast أو نقول fast أحمد drives his car fast أو كما قلنا fast يقود نبدأ من عند الفعل يقود أحمد سيارته بسرعة دائما أبدأ جملة ب capital letter إذن حرف كبير وانهي الجملة ب فلسطور نقطة ودائما أبدأ بالفعل وبعدها الفعل وتتمت الجملة الآن لدى أحمد سيارة جديدة يأتي شخص يقول ماذا يعني لدى يعني يملك أو عنده يعرف باللغة الإنجليزية عنده أو يملك أو لده هي have أو has يقول يملك have أحمد أيضا يضع بهذا الشكل يضع have أحمد وهذا خطأ دائما أبدأ بالفعل أضع أحمد في بداية الجملة كمان قلنا have أو has دائما المفرد يكون s يعني نستخدم has has مع المفرد وهave نستخدمه مع الجمع لكن نبدأ بالفعل أحمد has إذن لدى أحمد أو عنده أحمد أو يملك أحمد ماذا يملك سيارة جديدة يأتي يكتب car new بهذا الشكل سيارة جديدة وأيضا هذا خطأ لماذا يا أستاذ دائما الصفة تأتي قبل الموصوف يجب أن نقول a new car ولا نقول car new إذن هذا خطأ إذن سيارة جديدة الصفة قبل الموصوف ما هي صفة السيارة جديدة إذن نكتب a new car دائما عندما نقدم شيء نضع أداة التنكير a أو an طبعا لدينا حرف ساكن عندما نستخدم a أحمد has a new car لدى أحمد سيارة جديدة إذن بداية الجملة بcapital letter حرف كبير ونهايتها أيضا بنقطة أحمد هو الفاعل يملك الفعل a new car تتمت الجملة أو تكملت الجملة ودائما ننتبه الصفة تأتي قبل الموصوف لن نقول a car new a new إذن يجب أن نقول a new car الصفة قبل الموصوف اللحظ fast هي هي ظرف الظرف يصف الفعل بينما الصفة تصف الاسم لو كتبنا أحمد drives his car يقود أحمد سيارته وكيف يقودها fast إذن بشكل سريع أحمد هذا car لدى أحمد سيارة كيف تكون السيارة أو ما هي ميزة السيارة سيارة جديدة إذن new هي تصف الاسم إذن دائما الصفة تصف الاسم والظرف يصف الفعل طبعا الصفة بيكون نسميها adjective الاسم noun إذن الصفة تصف الاسم لدينا adverb الظرف إذن نسمي adverb ظرف لدينا drives verb فعل والظرف يصف الفعل بهذا الشكل أنهلنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية تكوين جملة الإنجليزية أو تركيب جملة الإنجليزية أو كيف أنقل أفكار من العربية إلى الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسينا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته